السلام عليكم ورحمة الله رغم مرارة الهزيمة في غزوة أحد إلا أنها كشفت لنا جوانب في غاية الأهمية للمجتمع الإسلامي وكشفت لنا عن نقاط الضعف والثغرات الموجودة في الكيان الإسلامي ولأن الحكمة هي ضالة المؤمن دلنا الله عز وجل على الحكم المستنبطة من هزيمة أحد إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وليمحص الله الذين آمنوا يعني إيه يمحص؟ يمحص من المحص وهو التنقية والتخليص قل لحضرتك شايفوا دلوقتي تمحيص للذهب من الشوائب ويكونوا بالنار ويمحص من التمحيص بمعنى الابتلاء والاختبار فمحص الله عز وجل عباده المؤمنين من المنافقين فمحص الله عز وجل عباده المؤمنين من ذنوبهم وعيوبهم ومحص الله عز وجل عباده المؤمنين وأعدهم لما هو قادم من أحداث جسام وفي حكمة مشهورة كلنا نعرفها نوبين نوجين قل معناها لا بد أن نشعر بالألم لكي ننتصر ويمحق الكافرين لأن الكفار قد قتل منهم في أحد عدد ليس بالقليل لأن الغلب في أول المعركة كانت للمؤمنين ويمحق من المحق وهو محو الشيء وفناؤه رويدا رويدا حتى يفنى تماما ويقال محق فلان هذا الطعام إذا أكله كله حتى أفناه وبالطبع كلنا نعرف المحاق اللي بيكون في آخر الشهر الهجري واللي فيه بيختفي الهلال تماما عن الرؤية في السماء روية عن الإمام محمد عبده رحمه الله أنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منصرفا مع أصحابه من أحد وهو يقول لو خيرت بين النصر والهزيمة لاخترت الهزيمة لأنه بتلك الهزيمة قد رسخ في أذهان المسلمين أن النصر يتحقق بطاعة الله ورسوله وأن الهزيمة تتحقق بمعصية الله ورسوله والسؤال للواتلية والكل واحد هل نحن مؤهلون للنصر؟ هل نحن ممن يطيع الله ورسوله حق الطاعة ما تمر به الأمة الإسلامية من الوقاع الكبرى من التمحيص للأمة الإسلامية ولولهذا التمحيص لما ظهر المنافكون ولما تمايز العصيل من الخسيس جزاكم الله خيرا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين